ترجمة نانسي قنقر والعمل من أجل بناء هذا الوطن بما يحقق نماءه وازدهاره جسدت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى العديد من المجالس الرمضانية مدى ما يوليه سموه من حرصنا على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم والاستماع إليهم واستمرارا لنهج أصيل في التواصل بين القيادة والشعب بروح الأسرة الواحدة طبعا زيارة صاحب السمو العهد الرمضانية اعتادوا عليه في البحرين في الحقيقة وصارت جزء من تاريخنا صارت المجالس البحرينية تترقب زيارة سموه هو يضفي على المجلس بمبادراته بحديثه بكلامه الذي يحتوي على كثير من التفاؤل هذه عادة تتكرر كل سنة على أساس تأكد التلاحم بين الشعب وبين القيادة وإحنا كعائلة بتفخروا تعودنا من الزمان على أيام الشيخ سلمان بن حمد أن يكون عندنا التواصل مع أهل خليفة وهذا الحمد لله مستمر وإن شاء الله يستمر إلى الأحسن وهذا عبارة عن انعكاس لمحبة الشعب مع قيادته سموه أكد خلال زياراته للمجالس أن المجتمع البحريني عرف بترابطه وتلحمه وتمسكه بالوطنية شعارا مستمدا من تعاليم الإسلام أسمى معاني التسامح مما جعل من التنوع مرتكزا للوساطية في المجتمع البحريني طبعا زيارات السمو الأمير الملكي الشيخ سلمان للمجالس الرمضانية هي من السنة الحميدة التي توارثها عن آبائه الكرام حكام خليفة وهذه العادة الحميدة والله الحمد لا زالت كما كانت يتوارثها الأبناء عن الأجداد ولا شك أن هذه الزيارات تعمق وتوثق وتؤكد الصلة بين الحاكم المحكوم وتعكس مدى قرب القيادة من أبناء الوطن ومعايشتهم عن قرب وعن كثب والله يعني شيء الحقيقة يسر الخاطر أن نلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان في المجالس في البيوت يسلم على الصغير والكبير يتبسط مع جميع الناس على اختلاف مستوياتهم يعطي انطباع جميل لللحمة الوطنية للتآخي للمحبة التي تعودنا عليها ونوها سموه بالسواعد البحرينية التي أخلصت في خدمة وطنها بروح العمل الجماعي وتخطت بإسرارها تحديات كانت ماثلة أمام الجميع بإيجاد الفرص الوظيفية وتلبية الخدمات الإسكانية للمواطنين مشددا سموه على أن تكامل جهود أبناء البحرين والتزامهم بمسؤولياتهم ومثابرتهم على الإنجاز جسد مفهوم فريق البحرين وفق رؤية موحدة لتعزيز المكتسبات لا شك أن في هذا الشهر الفضيل وهذا التواصل وهذه الزيارة الميمونة من صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان الأمير سلمان من حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه تؤكد متن أول شيء الصلاة والعلاقات وتؤكد بركة هذا الشهر الفضيل الذي يتواصل فيه الناس وعندما تتواصل القيادة مع مختلف الناس والقطاعات المختلفة نؤكد للجميع بأن البحرين بلد السلام بلد الأمان بلد الخير سموه أكد خلال زياراته للمجالس الرمضانية أن الخدمات الإسكانية ستظل ضمن الأولويات الحكومية وفي هذا الصدد أمر سموه ولي العهد بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية تزامنا مع الشهر الفضيل أنا بهذه المناسبة قدمت شكر باسم أهالي المحرك بالعموم على هذه المدينة العظيمة التي من يومين افتتحها جلالة الملك الله يحفظه مدينة من أروع ما يمكن ممكن أن نفاخر به ليس دول مجلس التعاون حتى دول العالم مدينة من أروع ما يمكن وأكد سموه أن جلالة الملك المفدأ أراد لمثاق العمل الوطني تأكيد البناء على المكتسبات التي تحققت للمواطن وتعزيز مردودها وأستدامتها مشددا سموه على أن المواطن البحريني الثروة الأعز وستظل المشاريع المتصلة به في الطليعة دائما لما نتلاقى ويا صاحب السمو ولي العهد نشعر بأن هناك حب متبادل بين القيادة يجدد كل مرة في هذه اللقاءات الحميمة الحقيقة صاحب السمو ولي العهد ينقل تحياته ويعطي فكرة عن التطورات الموجودة والتمنيات الموجودة ومشاريع المستقبل الموجودة كانت الحقيقة أخباره كلها مفرحة عن البحرين والمحرق ومشاريع البحرين والتصورات التي حصلت في هذه البلد الطيب وخلال زيارته للمجالس أكد سموه على أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 رسمت الصورة لطموح المستقبل والنهوض بالجانب التنموي والاقتصادي بما ينسجم مع الأهداف الوطنية من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على ما يوليه من حرص لزيارة المجالس البحرينية في هذا الشهر الكريم والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة داعين الله أن يحفظ البحرين وأهلها في ظل المسيرة الوطنية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه زيارات سمو ولي العهد تجسد اهتمام سموه بالتواصل المستمر مع ابناء الشعب تحقيقاً المبادئ الأساسية التي تعرف عليها البحرينيون والتي لطالما أكد عليها سموه خلال زيارته للمجالس البحرينية خالد العون لمركز الأخبار شكراً للمجالس البحرينيون شكراً للمجالس البحرينيون